هذه المشاهد للأمتار الأخيرة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة في بلدة الباغوز بالقرب من الحدود السورية العراقية راية التنظيم لا تزال ترفرف في هذه المنطقة ويمكن مشاهدة النساء والأطفال رغم خروج آلاف الأشخاص الأسبوع الماضي قوات سوريا الديمقراطية التي كانت تنوي استئناف المعركة يوم الأحد تراجعت عن قرارها مع استمرار خروج المدنيين من مخيم الباغوز نحن الآن في النقطة صفر مع تنظيم داعش المسافة بيننا لا تتجاوز الأربعمائة متر قواتنا تحاصرهم من ثلاثة محاور أوقفنا المعارك مؤقتا بسبب وجود النساء والأطفال في المخيم وهم يخرجون يوميا تشهد خطوط الجبهة الأمامية هدوءا منذ أيام إلا أنها لا تخلو من اشتباكات متقطعة واستهداف متبادل بين قناصة قسد وتنظيم الدولة تتوقع قوة سوريا الديمقراطية وجود المئات من مقاتل التنظيم في شبكة أنفاق معقدة تحت المخيم لتجنب القصف الجوي لطائرات التحالف الدولي بعد أن خسر تنظيم الدولة عسكريا في مواجهة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يخوض التنظيم مفاوضات غير معلنة حول توفير ممر لخروج مقاتليه مقابل إطلاق سراح أسرى لقسد تم الإفراج عن بعضهم خلال الأيام الماضية وآخرين مدنيين يعتقد بأن الأبا باولو دالوليو والصحفي البريطاني جون كانتلي أبرزهم الأمر الذي جعل الأمتار الأخيرة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة في بلدة الباغوز معضلة كبيرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة